اهلا بكم من جديد الاتحاد العام لكورة القدم انتخب قبل اشهر لكنه ما يزال بلجانه السابقة التي تسير شؤون الكورة اليمنية بفكرة الامس وان كانت قد اقرت انطلاقة مبكرة للدوري لمزيد من التفاصيل في الحوار الذي يجريه الزميل محمود الحميدي مع الاستاذ عبدالوهاب الزرقة عضو الاتحاد العام لكورة القدم تفضل محمود شكرا ابراهيم في ابريل من هذا العام تم انتخابات اتحاد كورة القدم وإلى اليوم ما يزال المنتخب اليمني يستعد لخليجي 22 المقام في السعودية هذه القضية سنناقشها اليوم مع ضيفنا الكابتين عبدالوهاب الزرقة عضو الاتحاد اليمني العام لكورة القدم كما سنناقش معه ايضا مواضيع اخرى تتعلق بالدوري العام واستعدادات الاندية نشكراك أستاذ عبدالوهاب الزرقة لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء شكرا لك ستكون ضيفا عزيزا اليوم وسنناقش هذه القضايا التي أسلفنا في المقدمة شكرا لكن ما رأيك أستاذ عبدالوهاب قبل أن نبدأ بالنقاش نستعرض تقرير ثم نعود إذا مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود هنا سرها وأسرارها ومصدر نجاح الكرة اليمنية أو فشلها وفيه ترسم السياسات وتضع الاستراتيجيات الاتحاد اليمني لكرة القدم جدد نصف أعضاء ومقت لجانه العاملة تنتظر التجديد وكأن قيادته تقول من فشلت بهم سأحاول النجاح بهم لجان العاملة في الاتحاد ما عندها فهم أنا ما احترامي ما عندها فهم إذا كان واحد عنده فهم مش قادر يعمل أي شي الناس تطورت الناس تعمل للأمام الناس تنظر للآخرين أي شي يعملوا أنا أستفيد من أخطائي وأعوضها أنا أستفيد من أعمال فنية من الآخرين وأطبقها هذا هي الرياضة مش مسئلة أنه أنا أجي أحطك كشخصية إذا كان أنت كشخصية وما تقدر تعطيني شي ما أستفيد منك تأجيل الدوري كان حصريا لإدارة الاتحاد في المواسم السابقة هذا العام تغير الأمر وجاء بمطالبة الأندية لتأجيل الدوري وهو أمر يترك أكثر من تساؤل حول إفاقتها المتأخرة لتبدأ الاستعداد في الوقت الضائع أغلب الإدارين وغلب رؤساء الأندية يمكن يقضوا إجازة العيد خارج العاصمة وخارج الأندية وخارج اليمن هم طلبوا أن يتأجل الدوري لمدة شاركة يستعدون بعد العيد يتعاقدون مع لاعبين ومدربين ولكن الاتحاد ربما بدأ يحاول أنه يبدأ بقوة وكأنه أول مرة نحن نعرف من ثمان سنين عادة حليمي إلى عادةها القديمة لكن مع ذلك تحسب الاتحاد أنه ثبت الدوري في شهر 22 أغسطس مع ذلك لدي شك أنه سينطلق في 22 أغسطس نظرا للظروف الأمنية في حضر موت وفي بعض محافظات الجمهورية اليمنية ما الذي أعده الاتحاد الموسمي الجديد؟ وكيف ستكون عليه برحل عداد المنتخب اليمني؟ كابتن عبدالوهاب عندما ننقشك اليوم أنت اليوم عضو في الاتحاد اليمني لكرة القدم لكن قبل ذلك أنت مدير للمنتخبات الوطنية سنبدأ في المنتخب اليمني القادم على استحقاق خليقي 22 في السعودية بعد أن وضعتنا القرعة في مجموعة قطر والبحرين والسعودية أولا قبل كل شيء ما رأيك في المجموعة؟ أولا شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة وأشكر قناة السعيدة على هذه الفرصة من خلالها أن نعرف بعض الأشياء للجمهور والشارع الرياضي اليمني طبعا المجموعة هي بحد ذاتها علينا صعبة إحنا خاصة ومن الصعب أن واحد يتكلم عن منتخبه أننا الحلقة الأضعف ولكن هذه هي الحقيقة لا نريد أن نشطح وننضح نتكلم على وضعنا وحالنا طبعا جميع السبع المنتخبات البقية هي متكافئة نسبيا أما إحنا هي مجموعتنا مجموعة أي كانت بتكون صعبة علينا سواء جئنا مع عمان أو جئنا مع الممارات أو مع العراق أو مع السعودية فهي بنفس الموال يعني طبعا وهذا من المؤسف أن نكون إحنا الحلقة الأضعف ولكن هذا واقعنا أنا أتمنى يعني أن المنتخب اليمني بقيادة المدرب الجديد سكوب والمجموعة الشباب الموجودة أن يقدموا شيء يشرف اليمن وهذا ما يحظى إليه وما يسعى وراء وزارة الشباب والرياضة وكذلك الاتحاد العام لكرة القدم من حيث تجهيز المنتخب التجهيز السليم المعسكر المفيد المباريات الودية الكثيرة لأن اللاعبين الجدد في المنتخبات المنتخب الوضني معظمهم لاعبين من الشباب يعني تنقصهم الخبرة والمباريات الودية الكثيرة فما على الاتحاد وزارة الشباب إلا أن يتكاتفوا ويمنح المنتخب خلال الفترة القادمة الثلاثة الشر أكثر من مباراة وديه ليستفيدوا من ذلك لكي لا نفاجأ بفريق يعني المنتخب السعودي منتخب قوي دوري قوي جدا لديه مجموعة من اللاعبين المتمرسين من اللاعبين الليلعبون المباراة الدولية الكثيرة سواء مع أن يتم في الدورية الأسيوية أو في كأس آسيا أو في المباراة الودية مع المنتخب السعودي وكذلك البحرين البحرين الآن معسكر في تقريبا في تركيا من خلال الأخبار لديهم مدرب جديد الكابتن عدنان حمد مدرب له بصمة في الكره العربية وآخر إنجازاته كانت مع المنتخب الأردني في الوصول إلى الملحقة التصفي إلى نهائيات كأس العالم الأرقوي والعبوي طبعا كذلك منتخب قدر منتخب قدر منتخب أكثر من سنتين على ما لاحظنا منتخب قدر يعني الدماء الجديد في منتخب قدر لديه مباراة كثيرة عديدة والإمكانيات لجميع المنتخبات المذكورة هي أكثر بكثير من إمكانيات منتخبنا جميل أن تأتي هذه المعلومات منك بتنعند لها هو الزرقة وأنت في اتحاد كرة القدم في اليمن ماذا عملتم من المنتخب أنتم كاة اتحاد كرة القدم طبعا المضمون اتحاد العام كرة القدم هو عمل برمجي وليس عمل دافع مادي الدعم منوي ليس من الاتحاد العام لقلقة القدم المنتخب الاتحاد العام لقلقة القدم يستطيع أن يجمع على كل المنتخبات ولكن أين المادة التي ستمنح المنتخب الطموح والرقيء إلى الأفضل أضيلك على سبيل المثال طبعا الكل يعلم حال اليمن والوضع اليمن المتردي فيه الوضاع الأمنية وإلى آخر الوضاع الاقتصادية على سبيل المثال الفترة الماضية في التحاد غرب آسيا لما كانت في التصفيات تقريبا كانت في الكويت الشيخ أحمد العيسي قالها في مؤتمر صحفي قدت من الأخوان الصحفيين والإعلامين كاملين أن احنا قدمنا برسالة إلى الاتحاد ومن خلال الرسالة عملنا نوعا ما أن نهتد أن احنا سننسحب من البطولة لأنه لا توجد لدينا إمكانيات للمنتخب الوضني فجأنا الحكومة تقول لنا جاءت منكم يعني بهذا المعنى يعني جاءت منكم احنا كنا بنقول لكم تنسحبوا لأنه لا يوجد لدينا إمكانيات لدعم المنتخب الوضني للمشاركة مما تم الانسحاب من بطولة غرب آسيا الأخيرة فلذلك زي ما قلت لك احنا يجب أن نتكلم بصدق وبأمانة ليس بعاضفة كلنا نتمنى والشارع اليمني الرياضي شغوف ويحب المنتخب ويحب أن يظهر المنتخب من العام لكرة القدم بمظهر لائق يشرفه لكن كبثين عندما تم انتخاب الاتحاد اليمني الحالي لكرة القدم كان هناك برنامج والبرنامج لتطوير المنتخب والبرنامج الاستعدادات لكاس الخليج كيف يأتي البرنامج في اتقاه ويأتي الواقع في اتقاه آخر؟ لا بالأكس احنا ماشي على برنامج وكلامك صحيح لكن البرنامج إذا لم يكن في دعم نزارة الشباب والرياضة التعماتيان البرنامج يعتبر على الورق وهذا هدف رئيس الاتحاد في برنامجه وهو برنامج عضاء الاتحاد جميعا أن ندور المنتخبات الوضنية خاصة المنتخب الوضني الأول أنه لي اهتمام ولكن المادة هل ستصعفنا؟ يا أخي احنا بنعمل معسكر وإحنا مضالبين للفندق للمطعم للرواتب لا أشياء كثيرة أنا مدير منتخب لأربع سنوات وأنا عارف أش بيواجه المنتخب الوضني لذلك الظروف يجب أن نعملها في الحسبان هذه ليست مبررات واهية للخروج من المسؤولي لا احنا كأعضاء الاتحاد العامة القدم نتحمل المسؤولية الكاملة وإحنا مستعدين أمام الناس كلاتهم للإعلام أن يزورونا في كل وقت ونواجه ونواجه ونوضح لهم كل السلبيات والإيجابيات ولينصفوا من كان الغلضان إحنا نتمنى أن يكون في تكافل مع وزارة شباب الرياضة والآن أنا في الفترة الأخيرة الأستاذ معمر الإرياني مهتم في مجمل الأشياء مهتم في دعم المنتخب الوضني دليل على ذلك في المباراة الأخيرة حضر مباراة الاختام والتكريم الرئيس الجمهورية حضر مباراة كأس السوبر وقيادة الوزارة الكاملة وهذا يشكروا عليها أتمنى أن يكون الاهتمام هذا موجود لكي نخرج المنتخب الوضني بصورة مشرفة ويكون الحضور مع الدعم ليس حضور صغير أكيد أنا قلتك ظالمه في حضور أكيد شوف في خليجي واحد وعشرين كان معنا مجموعة من الشخصيات البارزة في الدولة أعظى مجلس نواب ووزراء وإلى آخر فمن المصادفة اللي حصل أنه أعظى مجلس النواب مجموعة منهم لما جاءوا كان يحضروا المباراة وشافوا الانفعال وشافوا أش بيقدم المنتخب الوضني من نتل نتل نت أمام المنتخبات هم أوضحوا بقى البعض منهم أصرع وقال يجب علينا أن ندعم المنتخب الوضني هذا بيشرف البلد هذا بيرفع رأس البلد احنا أصبحنا أحجامنا صغير لما نشوف منتخبنا بهذا الطريقة يعني جاءت الغيرة شاهد بنفسه كان منوله يقعد خلف التلفزيون فاز انهزم لكن لما شاف وحضر المباراة وشاف الدعم الخليجي في خليجي 21 وشاف كيف المنتخبات وكيف دعمها الدولة الدولة كبدسعة جاهدة إلى تدويرها يعني أتخيل الآن فرضا على سبيل المثال ولو أخرج من الموضوع فريق مغربي مشارك في الربع النهائي لأبضال أوروبا الدولة تتكفل بنقله بطائر خاصة بمصاريفها شوف هنا الاهتمام في دوري أبطال أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا في المغرب يعني قل لك تتكفل الدولة بنقل الفريق لكي يشارك في البطول في الكون قوة مش عارف أنا فين بالضبط شوف هنا الدعم احنا مشكلتنا في اليمن من الرياضة آخر ما ننظر إليها طيب دعنا ندخل إلى معسكر المنتخب المنتخب الآن معسكر منذ فترة تم استدعاء مجموعة كبيرة من اللاعبين وسيتم هناك غير بلا وما إلى ذلك قبل أن نسألك على كيف ترى مستوى اللاعبين الموجودين في المنتخب كيف ترى الجهاز الفني والإداري للمنتخب طبعا أنا مش من طبعي أو مش من عملي أني أقيم مدرب أو جهاز فني بخاص أنا إداري عملي بحث ولكن المدرب سكوب حقق نتائج ممتازة مع منتخب الشباب المصري وكان لب بصمة طبعا من أولويات الاتحاد العام وقرة القدم أنها لما تعقدت معكم في أكثر من سيفي لأكثر من مدرب عالمي ولكن أرجع وأقول لك أن الوضع البلد هو اللي يمنعهم أنا أعرف عز المعرفة أن كان الاتحاد العام وقرة القدم يعمل الفيزل للمدرب ويعمل لها الحج وفي اللحظات الأخيرة يعتذر يقول أنا بلدي حذرتني من الوصول إلى اليمن فبصوله هو أتى المنتخب الاتحاد العام وقرة القدم تركت الفرص اللي اختار الجهاز الفني هو من اختار المدرب اللي أقل بدنية وهو من اختار المدرب الحراس هذا شرط الأساسي وقبل الاتحاد العام الاتحاد العام ممثلا باللجنة الفني في الاتحاد العام قدمت أكثر من خمسة مدربين وطنيين للاحتكاك مع المدرب الأجنبي فتم الغربة من المجموعات أعتقدنا من الأسماء التي ذكرت كان الكابتن محمد النفيعي الكابتن أمين السنيني الكابتن سامي نعاش الكابتن محمد سالم الزريقي الكابتن محمد الراعي تقريبا مجموعة من الأسماء فتم الاختيار على الكابتن أمين لأنه كان الأفضل خبرة الأفضل تدريبا مع المنتخب الوضني أو مساعدة المنتخب الوضني شارك بالمنتخب الوضني في تصفيات